مفهوم الفترات في الاعداد الحقيقية فيه عندي نوعين اتنين من الفترات فيه فترات محدودة يعني مقفولة لها بداية ولها نهاية وفيه فترات غير محدودة ودي بيكون معاها مجب مالة نهاية أو سالب مالة نهاية الفترة اللي دايما يا شباب مع رمز أصغر من أو بيساوي أكبر من أو بيساوي يبقى الفترة اللي عندك بيكون فترة مغلقة مع رمز أكبر من وأصغر من تبقى الفترة بيكون فترة مفتوحة يعني مثلا لو قلت عندي الـ X هنا أكبر من أو تساوي سالب الواحد وأصغر من أو تساوي الأربعة نقدر نضحها على صورة الفترة المغلقة سالب الواحد والأربعة هذه فترة مغلقة طيب لو حبينا نمثلها على خط الأعداد هذا هو خط الأعداد طبعا خط الأعداد ده بيمتد من سالب مالا نهاية إلى موجب مالا نهاية الفترة اللي موجودة معكم هي سالب الواحد واربعة فبنأخذ مثلا السالب الواحد هنا لازم نطمس الفترة بتاعتها والأربعة بيكون هنا نطمس الفترة بتاعتها فطبعا مجموعة حل المتبينة بيكون بهذا الشكل طيب لو كانت مفتوحة بنا أخذ الأقواس مفتوحة يعني لو قلت الـ X أكبر من الـ 2 وأصغر من الأربعة فبقول دي عبارة عن الفترة المفتوحة 2 مع الأربعة وتمثلها على خط الأعداد أيضا بسيط وسهل بأخذ الـ 2 مفتوحة والأربعة مفتوحة بهذا الشكل وطبعا المسافة اللي بينهم دي تعتبر هي حل حل الفترات ده النوع الأول اللي هو الفترات الفترات المغلقة طيب في نوع آخر الفترات الغير محدودة دي فترة بيكون مبدوعة بعدد إلى ملنهاية أو سالب ملنهاية يعني إيه؟ لما نقول الـ X أكبر من أو بتساوي الـ A هي بناخد من الـ A مغلق إلى ملنهاية يعني اديكم مثال الـ X أكبر من أو بتساوي السالب 2 يبقى ناخده السالب 2 مغلق إلى موجب ملنهاية بالمثل لو كان أكبر بدون المساواة يعني الـ X أكبر من العدد سالب 2 نقول ده بيساوي المفتوح سالب 2 إلى موجب ملنهاية تاب لو عكستها خدت X أصغر من أو بتساوي الـ A لازم هوصل لحد السالب ملنهاية يعني ما أقول عندي الـ X أصغر من أو تساوي العدد 3 أقول له ده بيساوي لازم أبدأ بالسالب ملنهاية إلى العدد 3 مغلق وديما السالب ملنهاية والموجب ملنهاية مفتوحين لتنين طيب الـ X أصغر من الـ A برضو من السالب ملنهاية إلى الـ A مفتوح تعالوا نشوف هذا السؤال الموجود المتباينة الأربعة أصغر من الـ X أو الـ X أكبر من الأربعة طالما الـ X أكبر من العدد 4 لما نحب نمثلها على خط الأعداد فناخد إزاي ونعرف إزاي إحنا نمشي في أي اتجاه نمشي عليه فأخد عندي من الـ X أرسم خط الأعداد الأول طيب وبعدين العدد 4 هذا العدد 4 أخده مفتوح أو لمغلق مفتوح ليه؟ لأن هنا ما في مساواة ما في مساواة يعني ما فيش مساواة كده مع المتباينة طيب أشوف الـ X أكبر من الأربعة والأصغر من الأربعة أكبر يبقى مشي في اتجاه الموجب ما لا نهاية ويبقى هذا هو حل المتباينة اللي موجود عندي طيب أحب أخطوها على صورة الفترة يبقى الأربعة مفتوحة وما لا نهاية أيضا مفتوحة وبيكون الجواب بتاعي فعلا هو الإجابة جيم وإن شاء الله يكون فهمنا المفهوم